من المستفيدين منه؟ أولا سندوق نفقة الذي وضعه المشرع الجزائري في القانون 15-01 جاء هذا القانون حماية لحقوق المحظون وكذلك الحاضنة لأن هذا المبالغ المحكم بها رأي تتعلق بمبالغ مالية وتشمل الغذاء والكسوة والعلاج وبالتالي حفاظا لحقوقهم وخاصة بالنسبة إلى هذا بالنسبة للمحظون أو المطلقة التي يعني يعترضها الكثير من المشاكل من أجل تحصيل وإذا كانت الحالة كذلك إذا امتنع جزئيا أو كليا بالنسبة لذلك الأب أو الزوج أو الطاليق عن تسديد هذه المبالغ إذن هذا السندوق الذي هو يعتبر حماية وحماية لحقوق المحظون وحماية بالنسبة للمرأة الأم الحاضنة أيضا الأم الحاضنة إذن هم المعنيين بهذا السندوق كذلك بالنسبة لسؤالك لتعلق بكيف يتم من هم المستفيدون؟ من هم المستفيدون؟ قبل أن نتكلم عن كيفية الاستفادة من هذا السندوق نعم المستفيدين كما أشرت سابقا هي بالنسبة للولد أو الأولاد المحظونين لأنه إذا كانت فكر ربيطة الزوجية يمكن أن يثمر عن هذا الزوج سواء ولد أو أولاد كذلك بالنسبة للأم المحظونة هنا نفتح قوس لأنه بالنسبة للحضانة يمكن أن تسند إلى الأم أو إلى من نصت عليه المدى 78 من قانون الأسرة إذا الشخص الذي يتولى الحضانة هو الذي معنى معني بهذا الأمر هو الأصل تكون الحضانة إلى الأم ولكن مصلحة المحظون هي المعيار الأساسي للتحديد من تتوفر فيه كل الشروط من أجل ممارسة الحضانة يعني في ظروف معيشية وهذا ما كذلك تترق إليه قانون الأسرة لتكون يعني الأصل إلى الأم أو الأب جدة الأم جدة الأب الخالة ثم العم وبعدها الأقربون في الأقرب جدة الأم أو الخالة وما إلى ذلك يعني حتى هما يمكنهم الاستفادة من هذا الصندوق هذا الصندوق يعني خدمته ما تنحاصرش على الأم فقط بارك الله فيك هذا الصندوق لا ينحاصر فقط على يعني بالنسبة للطالقة لأنه يمكن في حالة من الحالات أنه لا تسند الحضانة إلى الأم وهذا شفناه يعني في العديد من القضايا باعتبار أن الظروف المعيشية والظروف يعني المحيطة بالأم في حالة خاصة القانون والقاضي شؤون الأسرة هو الذي يحدد ذلك وبالتالي هنا في هذه الحالة تسند الحضانة لغير الأم بناء على المصلحة العليا للمحظون نعم فقط الحاضن ماذا الحاضن أو الحاضنة أو الأطفال متى يستفيدون من هذا الصندوق هل في حالة فقط ما إذا امتنع الأب عن تسديد النفقة أو يعني بالموازات يقدر الأب يسدد النفقة ومن جهة أخرى يكونوا من المستفيدين من هذا الصندوق نعم بارك الله فيك متى يتم الاستفادة من صندوق النفقة لأن الأصل هو أن يكون عندما يكون هناك فك رابطة زوجية يسناد الحضانة وبالتالي هذا الأب أو التعليق عنده مسؤولية أن يقوم بتسديد هذه النفقة الشهرية يعني كل شهر كأن ما بالغ محكوم بها يقوم بتسديدها لفائدة المحظون والطريقة التي تعلق بالنفقة الغذائية التي تحدثنا عليها هنا في هذه الحالة إذا ما كانش هناك إشكال إذا كان هذا الطاليق راه يقوم بتسديد هذه النفقة هنا لسنا بحاجة نحن بغينا على هذا الصندوق النفقة الذي جاء يعني ضمانا لاستفاء هذه المبالغ فقط إذا كانت هذه المبالغ مستحقة وتم تسديدها وتقديمها من طرف هذا الأب الطاليق فهنا لسنا بحاجة إلى قيام بهذا الإجراء الذي نص عليه القانون 15-01 نعم وهو ما كنت توجه إليها قانون 15-01 في 2015 وضع الآليات وكيفية الاستفادة من الصندوق لكن أستاذ الملاحظ أنه الآن وهو موضوع هذه الفقرة هو في ظل وجود هذا الصندوق لكن وظل وجود القوانين أيضا وتشريعات نجد أنه هناك غياب لتطبيق هذه القوانين نعم كان هناك غياب للثقافة القانونية بالنسبة لهذه النقطة بالذات لأن الكثير في الدعاوة يعني متروحة أمام عدالة المحكمة بالنسبة إذا كان هناك تعذر هذا القانون يسمح كذلك أننا نقوم بتقديم شكوى على أساس وبعض المطلقات أستاذ لا يعلمون بوجود هذا الصندوق أيضا عدم العلم بوجود الصندوق القيام بإجراءات قانونية موجودة ولكن كان هناك صندوق ضامن يمكن للجوء إليه سوف نتطرق إلى الأجل يعني قصيرة جدا لأنها النفقة رهي مستعجلة إذن نتوجه إلى إجراء آخر لهو جنحة عدم تزديد نفقة حقيقة نراوي نصع لها القانون حقيقة أن ذلك الزوج المتخلف راهو يعني يتابع بجنحة ويمكن أن يتم تطبيق عليه عقوبة سالبة الحرية يعني يمكن أن يدخل للسجن ولكن ما هو الغرض من دخول الزوج السجن وتلك المطلقة لم تستفي تلك الدوين المستحقة ونحن نعلم أن هذه الإجراءات تأخذ وقت وكذلك راهي تأخذ مصاريف وتكاليف التي تكون على عاتق الزوجة المطلقة التي هي رأيها في حالة معسورة يعني لا تقدرش تقوم بتلك الإجراءات وتسديد كل هذه المصاريف القضائية وهذا يخلي أن نشر هذه الثقافة القانونية القانونية من 2015 ولكن يعني العدد الملفات يعني المطروحة على مستوى مديرية يعني النشاط الاجتماعي متواضعة جدا بناء على عدد القضايا بالنسبة لفك الرابطة الزوجية والطلاق وما ينجر عليها هنتخلف العديد والعديد من يعني بالنسبة للطالق الذي لا يستوفي هذه المبالغ هذا يخلينا أننا ننشر هذه الثقافة ونستفيد من هذا الصندوق حماية طيب أستاذ قلت أن هناك غياب ثقافة قانونية لدى زوجات المطلقات ما على بالهم شبلي كين صندوق نفقة لكن من جهة أخرى كين مطلقات على بالهم بوجود صندوق نفقة يتوجهوا صندوق نفقة يدفعوا الملف لكن ما يتلقاوش ما يتلقاوش النفقة تحم إلا بعد أشهر طويلة يعني تتراكم التماطل في إجراءات أستاذ نعم هنا في هذه النقطة أين الخلل فقط في صندوق نفقة في الملف الخاص به هنا إذا أولا تحدثوا بالنسبة لقانون 1501 الذي حدد يعني أجال قياسية من أجل الاستفادة من هذا صندوق النفقة استعجالية استعجالية لأنه عنده طبع استعجالي بمعنى عندما نقدمه طالب إلى سيد قاضي شؤون الأسرة من أجل الاستفادة من هذه نفقات القاضي عنده أجل دو خمسة أيام عنده خمسة أيام من أجل الفصل في هذا الطالب بعدها سوف يتم تبليغ هذا الطالب إلى مصلحة النشاط الاجتماعي كذلك في يعني في فترة زمنية قياسية ولكن الإشكال اللي اترقتي ليه هو مش إشكال قانوني وإنما إشكال بيروقراطي وإداري إذن هنا ماذا بنا أن تكون هناك نصص تطبيقية التي تحدد كذلك عن الأجل معالجة هذه الملفات على مستوى المصلحة النشاط الاجتماعي يعني يمكن أن إذا تحدثنا على مبالغ مالية بمعنى أن هناك أمر بالصرف اللي هو وزير التضامن الذي يأمر بصرف وتسديد هذه المبالغ هذا الأمر بالصرف الرئيسي كان أمر بالصرف الثانوي اللي هو مدير النشاط الاجتماع على مستوى مديرية التضامن في المستوى الولائي إذن بش يكون هناك يعني المعالجة الملف وموافقة الأمر بالصرف الرئيسي والثانوي هنا وين راه يوقع الإشكال هنا وين راه يقعد هذا الملف أشهر علما أن القانون أعطى الطابع الاستعجالي لأننا نتحدث على نفقة غذائية وأيضا أستاذ أن القانون فريان ومشاهدين يعني القانون يقول أنه لا يتحمل المستفيد أي مصاريف للإستفادة من المصحقات المالية لصندوق النفقة وهو ربما ما يقضي بالطابعة الاستعجالية التي يتكلم عليها القانون بخمسة أيام يعني المستفيد مطلقة سواء كانت إمرأة مطلقة وحتى الحاضن لا يدفع أي تكاليف من أجل الحصول على هذه الاستفادة بارك الله فيك أخ محمد هنا من ناحية القانونية أنه علما أن نتحدث على مطلقة أو محظونين راههم في حالة معشورة إذن إذا زلنا لهم تكاليف من أجل القيام بالإجراءات سنسقل كهلهم بطريقة أو ما القانون من أجل إعفاء طالب الاستفادة فإن تكاليف حتى بالنسبة لهذا الطلب الذي يقدم إلى قاضي شؤون الأسرة سوف يبلغ مباشرة من آمانة الضبط قاضي شؤون الأسرة إلى مصلحة النشط الاجتماعي إذن هناك إعفاء الطالبة من تلك المصاريف التي تثقل كاهلها وفي أجال أستاذ 48 ساعة فقط يعني أجال قصيرة جدا هنا نتحدث خمسة أيام من أجل الفصل في الطلب 48 ساعة من أجل تبليغ ذلك طالب إلى مصلحة الضامة الاجتماعي ولكن عندما تصل إلى مصلحة الضامة الاجتماعي يبدو العراقي للإدارية هنا يجب صدور النصوص التطبيقية التي ربما تحدد العمل والطابع الاستعجالي لمعالجة هذه الملفات لاستحققها في أقرب الأجال طيب الحاضن أو المحضنون وين يروحوا بش ربما يرفعون شغالاتهم إذا ما تلقى وش يعني المبلغ المالية من طرف صندوق النفقة أولا هنا القرية ما هو الإجراءات الاستعجالية ما هو الإجراءات الاستعجالية عندما نقدمه طالب إلى السيد الرئيس شؤون الأحوال الشخصية يعني شؤون الأسرة أي إشكال اعترض هذا الطلب يجب نعود أن نرجعه إلى نفس القاضي الذي أمر بذلك يعني أي إشكال يعني في تطبيق أو استحقاق أو استفاء أو حتى في تغيير الحالة القانونية للأطراف يعني عندنا المرجع اللي هو القاضي الذي أصدر كذلك يمكن التوجه إلى هذه المصلحة من أجل تقديم تظلمات رسمية على أساس بالي كان هناك أمر تم تبليغه من طرف رئيس شؤون الأسرة ولكن لحياته لمن تنادي قد مو تظلم وفي حالة هناك عدم الرد يطلع إلى سلم تسلسلي بالنسبة للولاية حتى بالنسبة للوزارة وكذلك يعني الأصل أننا نرجع إلى ذلك القاضي الذي أمر بتسديد هذه المصاريف في حال أي إشكال تعرض استحقاق المبالغ وهو سؤالي أيضا ما هي الإشكالات التي تعترض تسديد المبالغ أولا الإشكالات التي تعترض هذه أولا إذا كان هناك يعني تغيير في مبلغ النافقة نرجع القانون الأسرة مبلغ النافقة مبلغ النافقة يمكنه أن يتم يعني تغييره يمكن تغييره بناء على زيادة في الأسعار الحالة المعيشية إلى آخره بمعنى إذا كان هناك تغيير لمبلغ النافقة المحكم بها نعود ونرجع للقاضي نقول له بل لي هذا النفقة رهي زادت إذا يتم صدور طالب وأمر آخر لمصالح النشاط الاجتماعي من أجل تغيير هذا المبلغ وزيادة فيه كأن العديد من الإشكالات إذا ربما بالنسبة للمدين أو الأب الذي يعني محكم له غير عنوان إقامته على سبيل المثال يعني تغيير طبيعة تغيير يعني الإقامة أو أي تغييرات على بالنسبة لي يقوم بها هذا الأب يعني من أجل تبليغه إلى آخره هنا في هذه الحالة كذلك نحاود ونرجع إلى قاضي شؤون الأسرة إذن إذا سمحت بالنسبة للميلف يعني الميلف يعني بش نوضحه يعني الصورة بالنسبة للمشاهدين هو ميلف باسط الذي يقدم إلى قاضي شؤون الأسرة أولا كان هناك طلب الذي يراه تحت تصرف المستفيدين إلكترونيا في وزارة العدل نعم في موقع وزارة العدل يتم تحميله وملؤه ثانيا يجب يكون في الميلف الحكم الذي فصل في يعني بالنسبة لذي قاض بفكر رابطة زوجية يعني أنا لا تحدثوش على حظان إذا ما كانش هناك فكر رابطة زوجية ثالثا يجب أن هذا الحكم الذي تضمن فكر رابطة زوجية أن يسند الحظانة سواء يكون في حكم إذا لم يتطرق الحكم يكون يعني في حكم آخر المهم والأهم أنه يتم الفصل في فكر رابطة زوجية يكون الحكم الفكر رابطة زوجية وصلت إلى فكرة أستاذ إسناد الحظانة إذا دقيقة لا أسمح نعم فضل كذلك يعني محظر الامتناع الذي هو مهم محظر الامتناع الذي هو مهم امتناع جزئي أو كلي امتناع عن ماذا امتناع عن تنفيذ نعم امتناع عن تنفيذ هذا نجيبه من عند المحظر قضائي نبينه باللي ذلك الأب المادين أو الطاليق راهو امتناع جزئيا أو كليا من أجل استحقاق هذا الدين السك السك يعني بنكي أو بريد يعني مشتوب وهذا الميلف يعني هذا هو الميلف يعني الباسط والمباسط الذي يقدم إلى السيد رئيس شؤون الأسرة وبناء على ذلك يتم الأمر مصالح المعنية من أجل تسديد هذه الامتناع وصلت الفكرة أستاذ في أقل من دقيقة أستاذ ما هي ما هي أسباب سقوط الاستفادة من هذا الصندوق من هذا الصندوق أسباب سقوط الاستفادة إذا سقطت الحظانة إذا سقطت الحظانة فهنا راوكين هناك تغير في الحالة القانونية بالنسبة للأطراف نعم إذا كانت الحظانة على سبيل المثال للأم ومبعد تولي لجدد الأم على سبيل المثال هنا في هذه الحالة لازم ديروا إجراءات جديدة راهي سقطت الحظانة على الأم ما هي المستفدة وما هي الحظنة كذلك إذا إنتهت فترة الحظانة إذا انتهت فترة الحظانة والنفقة وهذا انتهاء فترة الحظانة والنفقة إذا بلغ بالنسبة للمحظون سن الرشد وبالنسبة هذا للذكر هو للأنثى إذا إلى غاية يعني الزواج هنا يتم سقوط الحظانة وبالتالي كي ينتغير في المراكز القانونية في الحالة القانونية هنا في هذه الحالة يجب إبلاغ المصالح المعنية لأن الاستفادة من هذا المبالغ وإحنا ما عندنا شحق هنا كذلك قدر نقول بهذا يعتبر تصريح كاذب ويعقب عليه القانون لأنها هو استحق لمبالغ غير مستحقة قانونة إذن أستاذ نتحدث أيضا عن أهم الإشكاليات التي تواجه صندوق النفق على مستوى المحاكم لكن في أعداد قادمة إن شاء الله نظرا لذيق الوقت شكرا جزيلا شكرا لحضورك معنا وشكرا لك على هذه الاستشارة القانونية أستاذ بارك الله محمد عيساوي محامي معتمد لدى محكام العليا شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين الأفاضي ترجمة نانسي قنقر